اشتركوا في القناة لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعتة المينورسو إلى غاية الـ 31 أكتوبر 2023 هذا وحقق المغرب اليوم انتصارا دبلوماسيا كاسحا من داخل أروقة مجلس الأمن حيث أن من بين 15 دولة عضو في المجلس 13 دولة تصوت لصالح المغرب في ملف الصحراء المغربية في حين امتنعت كل من روسيا وكينيا عن التصويت دون تسجيل أي رفض من طرف أي دولة ويذكر أن مجلس الأمن يتألف من 15 عضوا من بينهم 5 أعضاء دائمين الولايات المتحدة الأمريكية الصين روسيا المملكة المتحدة وفرنسا وعشر أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لفترة سنتين الدول العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي ألبانيا البرازيل الإمارات العربية المتحدة وغانا والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والقابون هذا ورغم الأزمة الصامتة الوقعة بين المغرب وفرنسا وجهت اليوم فرنسا ضربة موجعة للنظام الجزائرية حيث صوتت لصالح المغرب في قرار مجلس الأمن نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء